تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وتبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلين الله عز وجل أن يعيده على الشعبين المصرية والعماني الشقيقين بالخير والبركات والازدهار وأن ينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء صرح بذلك المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بعث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وجدد الدكتور مصطفى مدبولي العهد للرئيس السيسي على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل مواصلة المسيرة التنموية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات تحت قيادته لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم وتقدم رئيس الوزراء بأطيب التمنيات للرئيس السيسي داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسدات وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات المكلفين بها للدفاع عن الوطن أرضا وشعبا باذلين من أجله كل غال ونفيس صونا لمقدراته ومستقبل شعبه العظيم كما بعث الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة الرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكي توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة كما أصدر الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود العاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وقال وزير الداخلية في برقيته يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن تقدم لسيادتكم بأخلص التهاني وأصدق الأماني بموفور الصحة والعافية وأضاف إننا إذ نستقبل هذا العيد المبارك بالإرادة والعزم والتفاني في الأداء من أجل أمن ورفعة مصرنا الغالية في ظل مرحلة العطاء والتنمية التي تشهدها بلادنا نتوجه للمولى عز وجل أن يجعله عيد أمن وسلام على الشعب المصري العظيم وسائر شعوب العالم الإسلامي والعربي حفظ الله يا سيدات الرئيس مصر وسدد على طريق الحق خطاكم